السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معيكم راش عبدين من قناة كودرس كامب تعالوا بقية دلوقتي كده نتعرف على الامج فايل فورمات او الملفات اللي بتحتوي على الزير والوحية بتعبر عن الصور اللي بنشوفها في الكمبيوترز والمالتيميديا بس خلي بالكم هيبقى اللي هيدخل دايريكت يتفرج على الفيديو ده هتقابلوا صعوبة في فهم المعلومات اللي هتكلم فيها لانها مرتبطة بالفيديوهات اللي فاتت فرجاء امشوا بالترتيب على الفيديوهات عندنا نوع من انواع الامج فايل فورمات اسمه البي ام بي البي ام بي هو اختصار لبيتماب يمكن كانت بتستخدم قديما في الويندوز كان بيستخدمها علشان يحطها بيك جراوند في نسخ الويندوز بتاعته على الديسك توب مش كومان ومش منتشرة دلوقتي في الاستخدام فاستخداماتها محدودة جدا طبيعة البيتماب هي عاملة زي بالضبط الجده جرد او تسلسل من البيكسل كل بيكسل وغد درجة معينة بيتحطوا في اطار كده تعبر لي عن الصورة ملفات البيتماب هي uncompressed ملفات البيتماب مبتتضغطش لكن ممكن تسمحلي ان انا اضغطها بشكل يدوي لو حبيت ان انا اضغطها فهي بتتضغط بطريقة lossless compression البيتماب متنوعة مش كلها بتاخد نفس البيتكالر ممكن نلاقي ملفات بتاخد واحد او اربعة او تمانية او ستاشر او اربعة وشرين او اتنين وثلاثين او حتى اربعة وستين بيتس بير بيكسل كل بيكسل ممكن تاخد العدد ده من البيتس علشان تتخزن في الصورة وتعبر لي عن انوان معينة الكومن او المشهور بتاع الملفات البيتمابس اللي هو لو عملنا سرش و لاقينا صورة بالنسبة كبيرة قوي هتكون الصورة دي اربعة وعشرين بيت كالر البيتمابس يا جماعة بتديني quality او جودة عالية ليه؟ لانها ما بتضغطش فهي بتديني جودة اعلى من الجي باج اللي احنا هنشوفها كمان شوية لكن برضو لازم نحط في حساباتنا ان هي بما انها ملفات ما بتضغطش فهي مساحة الملف اللي بتحفظ الصور بتاع البيتماب فهي برضو قريدي تعتبر كبيرة نوعا ما عندنا نوع تاني اللي هو الجاف الجاف اختصار لجرافيك انتر تشينج فورمات بيديني لوك والتي شوية وده هنفهمه ليه اول حاجة الجاف يا جماعة بيسابورت تمانية بت كالر اللي هو ماكسما من الالوان اللي موجودة في الصورة هيكون ميتين ستة وخمسين لون هيستخدم بلد من الالوان مش اكتر من العدد ده من الالوان علشان كده لما بنيجي ان ندخل على صورة جاف دايما كده بنحس ان هي فقيرة الالوان بتاعتها فقيرة مش كل الصور بتاعت الجاف تمانية بت كالر لأ احنا ممكن نلاقي واحد واثنين واربع لحد تمانية بت كالر الجاف بتضغط بس بتضغط بطريقة اللوست لس كومبريشن علشان كده بتحتفظ بالجودة بتاعت الصورة الاصلية بتستخدم في الميمز في الايكون في الحاجات الانيميتد زي ما احنا بنشوفها كده ممكن تبقى انيميتد وممكن تبقى صورة يعني مش لازم ان هي كلها بتبقى متحركة زي ما احنا شايفينها قدامنا كده الانيميتد او المتحركة بتاعتها بتبقى عبارة عن ملف واحد بيحتفظ فيه مجموعة متتالية من الصور بس الصور المحفوظة فيه قليلة جدا فلما بيشتغل بسيكونس او بتسلسل الصور دي وراء بعضة تديني حركة الانيميتد اللي احنا شايفينها قدامنا دي بس بتبقى زي ما بقول لكم حركة بسيطة يعني متحركة بشكل بسيط احنا بنشوفش فيديو قدامنا عندنا النوع تاني وده من اشهر الانواع اللي بنشوفها في كل حتة الجي بيج اختصاره ممكن يكون جي بي اي جي او جي بي جي تمام؟ هو هو واحد يعني الجي بيج اختصار لجوين فوتوغرافيك اكسبارس جروب وده بناء على التيم اللي انشأ او عمل الجي بيج الجي بيج بتصبورت 24 بيت كالر يعني معنى كده ان هي بتقدر تطلع الوان في الصورة بتاعتها بتوصل لتدرجات الوان 16 مليون لون زي ما شرحنا في الفيديو اللي فات الجي بيج مش بتصبورت اني تبقى الخلفية بتاعتها شفافة او بتعمل animation زي الجيف الجيف على فكرة ممكن تخليلي الخلفية بتاعتها شفافة وبتعمل animation الجي بيج لا الجي بيج بتستخدم في الضغط زي ما شفنا في الفيديو بتاع اللوسي واللوسلس الموضوع ليه مزايا وعيوب اولا مش لازم زي ما فهمنا في الفيديو بتاع الضغط اني لازم تستخدم لوسي كومبريشن فانا افقد جزء كبير جدا من الجودة بتاعته لأ ممكن يستخدم لوسي كومبريشن لكن استخدمه بنسبة معينة تطلع لي الكوالتي بشكل معقول جدا بالنسبة لي لكن ده ما يمنعش ان هي برضو بتفقد جزء من الجودة بتاعت الصورة الاصلية بس برضو الموضوع ليه مزايا معنى كده حجم الملف بتاع الجي بيج بيبقى صغير فلما الجي بيج الصورة بتتحط فيه اي سوفتوير بتعمل على سبيل المثال ويبسايت معنى كده ان هتخلي المستخدم يفتح الموقع ده بسهولة او يفتحه في وقتها اقصر لان الصور المتحمل على الموقع صغيرة فزي ما هي ليها عيوب بل ليها برضو مزايا فزي ما قلت لكم ممكن اقلل حجم الضغط بتاع الصورة فاحتفظ بكوالتي معقولة بالنسبة لي وبالتالي برضو هقلل حجم الملف فاوصل للمعادلة اللي انا دايما بيدور عليها الجي بيج من اشهر الفايل فورمادس اللي منتشرة في كل حتة بتستخدم كتير جدا في الفوتوغرافي التصوير اذ كان على الموبايل او اذ كان بالكاميرا بتصور لي بالصور بتاعت الجي بيج بتستخدم مثلا في الويب بكسرة جدا معظم الصور اللي بنشوفها في المواقع الالكترونية بتكون بالجي بيج نوع اخير حابين اتكلم عنه في الفيديو النهاردة وعلى فكرة دي ميش بس انواع الامج فايل فورمادس في انواع كتير جدا لكن دول اشهرهم عندنا البي ان جي البي ان جي اختصار لبورتال نتورك جرافيكس البي ان جي بتديني هاي كوالتي جرافيكس تم انشاءها علشان ازود الكوالتي اللي انا ملقتهاش في الجفز بتسمح لي ان انا ممكن اخلي الخلفية بتاعت السور بتاعت البي ان جي شفافة علشان كان لو دخلت على اي موقع وعايز اطلع صورة شفافة بكوالتي عالية او لوجة او غيره بتبقى النوع او الامتداد بتاعت الملف ده بي ان جي السور بتاعت البي ان جي ممكن صورة 8 بيت كالر او 24 بيت كالر او 48 بيت كالر يعني كل بكسل في الصورة بتتخزن في 48 بيت وده طبعا بيخلي ان النقاء السور تدرجاتها بتاعت البي ان جي عالية الكومن او المشهور هي البي ان جي اللي النوع بتاع ال24 بيت كالر الملفات البي ان جي بتتضغط بس بتتضغط بطريقة اللوس لس كومبريشن فده اللي بيخلي ان الجودة والكوالتي بتاعت البي ان جي عالية جدا علشان هي بقى جودة عالية جدا وعلشان هي ممكن تسمح لي اخلي الخلفية شفافة بتستخدم كتير جدا في اللوجوز اي لوجو لأي شركة او اي حاجة او اي موقع الكتروني عايزين نحط اللوجو بتاعه بنسبة كبيرة جدا بيكون بي ان جي استخدم في الجرافيكس والانلاين شارت والكلام ده الكومن او المنتشر واللي هنلاقيه ان بنسبة كبيرة ان البي ان جي بيكون حجم الملف بتاعه اكبر من الجي باج ودي حاجة معقولة جدا لان الجي باج بيستخدم اللوسي كومبريشن لكن ده بيستخدم اللوس لس كومبريشن واكبر برضو طبعا من الجاف وده زي ما قلت ليه مميزاته وليه عيوبه ليه مميزاته ان انا خدت كوالتي عالية جدا لكن ليه عيوبه ان حجم الملف ده وهو كبير لو انا جبت خليت الموقع بتاعي كله كل الصور الموجودة في بي ان جي فده هيديني ان حجم الملفات الموجودة في الموقع كبير فلما حد يحب يدخل على الموقع هيدينه بطء في فتح الموقع بتاعي فزي ما قلت هي ميزة وعيوب تلخيصا بقى الكلام ده كله كده عشان نحطه قدام بعض بالنسبة للضغط البي ان بي ما بتضغطش الملفات ولو ضغطت الملفات بتضغطها باللوسلس الجيف بيستخدم اللوسلس كومبريشن علشان يضغط الملفات الجيف بيضغط الصور عن طريق اللوسي كومبريشن البي ان جي بنلاقي الملفات بتاعته مضغوطة باللوسلس كومبريشن الكلار دابس بتاع البي ان بي متنوع من اول واحد لحد 64 الجيف بيستخدم تمانية بيت كولر الكومن بتاعه الجيف بيستخدم 24 بيت كولر البي ان جي بيستخدم 8 24 او حتى 48 بيت كالر ودي كده استخدامتهم وخليكوا فاكرين معي النوع ده من انواع الامج فورمات البي ان بي لان لينا قعدة معيها جبيرة شوية في كورس السي اس 50 اكس في بي سات الويك من الويكس هناك هيبقى البي سات كله بيتكلم على النوع ده من انواع الثور احنا كده خلصنا الفيديو استنوني في الفيديو اللي جاي بقى نتكلم عن اخر حاجة خالص في الثور اللي هي تحسين الثور قبل من نقفل الفيديو نيجي للتودو رقم 17 عايزكوا تعملولي سارش على النوع ده من الامج فايل فورمات الاسمه لتف اكتبولي في الكومنت البتكالر المستخدمة للنوع ده من الامج فورمات النوع ده بيتضغط او لا ولو بيتضغط فو بيتضغط عن طريق نوع ايه يعني المعلومات اللي انتوا قدرتوا تطلعوا بيها على النوع ده اعتقد بعض فيديوهات السيور دي احنا الحمد لله دلوقتي قادرين ان اي نوع نتعرض ليه في المالتي ميديا نبدأ بسرش بسيط جدا نعرف المواصفات بتاعته وبناء عليها ان نتخيل الريزليوشن والكواليتي بتاعت الصورة دي عاملة ازاي بالظبط احنا كده خلصنا الفيديو ده شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة